هاي هاي يا حلوين وارجعنا لكو تاني مع مارمار لايف ستايل النهاردة جايبين معانا صنية لحمة مشوية في الفرن حاجة كده سهلة جدا زي ما احنا متعودين دايما احنا بنحاول ندور على الوصفات السهلة اللي هي ما بيكونش فيها مجهود اللي هي جايين من الشغل تعبانين عاوزين نحط حاجة بسرعة بسرعة في الفرن وتستوي النهاردة هنعمل مع بعض صنية اللحمة المشوية في الفرن حاجة سهلة جدا هي مجرد لحمة هنجيبها نحطها في صنية بتاعتنا هنحط محبة خضارة اللي هو فلفل الوان وهنحط معها بطاطس البيبي بوتاتو صغيرة لو مش عندك البيبي بوتاتو ممكن نحط البطاطس الكبيرة شوية وهنطعها بردو سلايس وزي ما انتو شايفين سهلة جدا هنقدمها مع رز الروز سهل جدا هنقدمه هنخلي لونه اصفر هوريكم انا خليت لونه اصفر كده ازاي وهبقى طبق حلو جدا جدا طيب ايه احنا اللي محتاجينه في الطبق ده محتاجين بسلتين كبار هنطعهم سلايس تلاتة تماطم بردو سلايس نصف كيلو بطاطس ص مغيرة تلاتة فلفل الوان احمر واصفر واخضر كيلو ونص لحمة متقطعها سلايس زي ما انتو شايفين كده او لو عاوديين تقطعها احجام اصغر من كده ممكن تقطعها انا بالنسبة لي قطعتها كده يعني الحجم ده بالنسبة لي كويس بس هي ممكن تقطع اصغر من كده كمان بس ما تقلقوش هي هتستوي هتستوي مع كل الخضار ده كله على بعض وهايستوي مع بعض جوه الفرن. اول حاجة هنعملها طبعا هنقطع البصل بتاعنا سلايس زي ما انتو شايفين كده بصلتين او تلات بصلات. وهنجيب البصل ونحطه في السنية ونحط التوابل اللي احنا محتاجين لخطها. انا هنا خطيت معلقة ملح معلقة بابريكا فلفل اسود شيلي سوس معلقة زيت زتون ومعلقة بودر التون. وقلت كل التوابل دي مع بعضها مع الخضار بتاعي اللي هو البصل والفلفل والبطاطس. كده احنا نخطي محضرين اللحمة بتاعتنا ومحضرين الخضار. يبقى ناقص ان احنا نحضر السنية بتاعتنا. نحضر السنية زي بقى هنجيب السنية بتاعتنا هو هنجيب ورق الفويل هنغطي كل السنية بالورق الفويل. وفوق ورق الفويل هنروح جايبين ورق زبدة. نحط برضو ورق الزبدة زي ما انتو شايفين كده بالزبط في فيديو. هيبقى كبير شوية لان احنا هنغطي اللحمة بعد اما نحط كل حاجة. هنحط الفويل وبعد كده نحط ورق الزبدة. بعدها نحط نح كمية الخضار نضيف رأى اللحمة ونضيف فوق اللحمة النص اللي فاضل من الخضار بعد ما نضيف الخضار نضيف زيت زتون لان زيت زتون يدي طعم جيدا للخضار زيت زتون بعد ما نضيف الخضار ونضيف الخضار ونضيف خض bushes ونقاط بضعة زتون ıyor حą نغطيه كمان بورق الفويل نقفله حلو قوي نروح رايحين على الفرن ونحط السينية في الراف الوسطاني على درجة حرارة 200 هي هتاخد معاك في السيوة تقريبا في حدود ساعة ونص بس هتكلي احلى صنية لحمة مشوية في الفرن حاجة كده سهلة جدا حاجة ما خدتش مننا تحضير اكتر من عشر دقايق تحضير سبتيها في الفرن واستوي وبعد ما تستوي هتشوف السينية شكلها هيبقى ازاي طبعا مش هناكل لحمة بس لا هناكل لحمة معاها ايه هناكل لحمة معاها رز حطيت خلى على البتجاز حطيت فيها معلقتين زيت وجبت نص كمية الروز اللي انا هعمله طبعا الروز بتاعي انا غسله وصفيت المياه بتاعته حلو جدا هجيب نص كمية الروز واحطها في الحلة واعد اقلب فيها لغاية ما الروز يبتدي فلفل الطريقة دي حلوة جدا اني كنتي تفلفلي الروز لما تفلفليه كده بيبقى طعمه احلى وبيبقى كمان ما يعجلش منك فبتحطي نص كمية فلفل فيها الاول واعدين تروح يكملك نص كمية الباقية بتاعتك بتبقى المياه طبعا موجودة في الكاتل نفس كمية المياه بتحطي كمية الروز يعني انا هنا عملك كوبايتين روز حطيت عليهم كوبايتين مياه بالنسبة للتوابل للروز في ناس كتيرة بتحطي التوابل مختلفة انا هنا بحط ملح بس وعلشان اغير لون الروز انا حطيت نص معلقة كوركم عشان الكوركم بيدي اللون الاصفر لون مميز جدا خلي روزك حلو جدا هتشوفي هيبقى لونه ايه المياه طبعا يستحسن ان هي تبقى مياه مغلية يعني انا حطيتها في الكاتل بالضبط كمية اللي اتفقنا عليها اللي هي كوبايتين مياه حطيتهم في الكاتل وحطيت المياه مغلية على الروز هقلب الروز قلبتين كده بوساط جدا وحط في الملح بتاعي وحط الكوركم زي ما احنا اتفقنا ما تزوديش في الكوركم لان انت لو زودت اللون هيبقى جمع جدا انا هنا حطيت نص معلقة كوركم بس انت ممكن تحطي روبا معلقة لو انت حابة لونه يبقى اصفر اخاف من كده لو حابة تققلي برضو هتققلي هنا انا حطيت نص معلقة بس وقلبته وبعد كده لما قلبت الروز بتاعي غطيته سبته على العالي عشر دقايق وبعد كده وطيت عليه بعد خمستاشر ديه بالظبط احنا هنبص على الرز بتاعنا شايفين الرز زي مستوي جميل جدا مفلفل الرز طلع شكله حلو قوي ولونه حلو جدا جدا هيبقى حلو ان كنت يتقدميه قدام الضيوف او قدام اولادك كده احنا خلصنا الرز والرز حلو ومبسوطين بي جدا نروح نبص على اللحمة بتاعتنا تقريبا بعد ساعة ونص بالزبط انا هطلع السنية وهفتحها قدامكم هوريكم شكل اللحمة طلع ازاي جميلة طبعا احنا كنا متفقين ان اللحمة بتاعتنا هنغطيها بالفويل ونغطيها بورق الزبدة لان الفويل وورق الزبدة هيخلي اللحمة تستوي منها فيها كده فاسواها يبقى جميل جدا شايفين منظرها عامل ازاي يعني كانها مشوية بالزبط الخضار كله مستوي البطاطس مستوية حلو جدا حاجة كده جميلة يعني ما فيهاش اي تعب ما فيهاش اي مجهود مفيش تسبيك مفيش صلصة مفيش شغل كتير كده لأ حاجة خفيفة تتقدم في طبق اساسي طبقة جميلة جدا طيب احنا هنقدمها كده اه انت لو حب انك انت يتقدميها كده اوكي بس انا جبتها وروح تحطيتها مع الرز في طبق كبير بيد اللحمة طعمها حلو قوي 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 وزي ما احنا اتفقنا انا هنا كنت عاملة اللحمة بتاعت سلايس كبيرة انت ممكن تقطعيها حيث اتاصغر من كده لو انت حبة برضو هتبقى منظرها جميل جدا هجيب اللحمة بتاعتي وخطها في طبق كبير وخطي جنبيها الرز وهيبقى طبق اساسي على الصفرة بتاعتي سواء لي او للضيوف فهتبقى جميلة جدا بجد انا عاوزاكوا تجربوا الطريقة دي وقولولي ايه رأيكم اه لو عجبتكم الطريقة ايه واتنسوا سبسكرايب لايك انت شير واشوفكم مرة تانية على خير ان شاء الله مع حاجة جديدة يلا باي باي شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر